سؤال من حبيب يقول كنا نعيش في مكان أرجو أن تنتبهوا وأن ترعوا هذا السؤال انتباها كنا نعيش في مكان منذ فترة تحبس أشياء غريبة جداً في الشق أموال كثيرة تختفي من البيت بشكل متكرر لا يوجد أحد يدخل البيت نسأل أهل البيت لم يأخذوا شيئاً طيب انتقلنا إلى مكان آخر وسكن آخر وأنه ثلاثة أشهر تكرر نفس الموضوع بشكل متكرر الأموال في مكان مغلق خصوصاً في السكن الجديد لا يوجد أناس غريبة نهائياً تدخل بيتنا أخير حادث لم يجد سلسنا من الذهب لم يجدها أثراً نهائياً فما التفسير لهذا هل هناك شيء يسمى يسمى عمار المكان من الجن كما يقولون وهم من يفعلون هذا وكيف التحصيل من هذه الأشياء الأمر متعب للغاية طيب أقول للسائل القريب إن كنت مستيقناً مما تقول اختفاء بعض الأشياء من منزلك وأن أحداً ممن يسكن معك لم يأخذها لغرض الماء وتكرّ ذلك فلا يبعد لا يبعد أن يكون هذا من فعل الجن فإن فيهم الصالحة والطالح وفيهم من يسخ لنفسه ومن يسخ لغيره الله جل جلاله يقول وأنّا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قدداً ويقول وأنّا منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطباً العلاج يا ولدي ميسور وقريب بفضل الله عز وجل إذا وضعت شيئاً أذكر اسم الله عليه إن فعلت لم يكن للشيطاني سبيل عليه إن دخلت المنزل وسميت الله وأغلقت الباب وسميت الله لم يكن لجن سبيل إلى دخول منزلك أو أخذ شيء من متاعك حديث رواه مسلم في الصحية عن جابر غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم ييد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل بخالي رواه بلغط أغلق بابك واذكر اسم الله عليه أطفئ مصباحك واذكر اسم الله عليه أو كسقاءك واذكر اسم الله عليه خمر إناءك واذكر اسم الله عليه ولو تعرض عليه شيئاً أيضاً حديث مسلم إذا دخل الرين بيته فذكى الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء تعالى من في الصحيح قصة أبي هريرة والجن الذي جاء يسرق من طعام الصدقة هذا الحديث وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فاجعل يحثوا من الطعام فأخذت وقلت والله لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عياد ولي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا صلى الله شك إلي حاجة شديدة وعيانا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيعود قال فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه دعني فإني محتاج وعلي عياد لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي النبي صلى الله عليه يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا صلى الله شك حاجة شديدة وعيانا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسوله وهذه آخر ثلاث مرات كل مرة تزعو أنك لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها فقلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسينك البادها قلت يا صلى الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليه سبيله فقال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية ولا يقربنك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص الناس على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تختم من ثلاث ليالي يا أبو قلت لا قال ذاك شيطان حافظ ابن حجد عقب على هذا فيقول في فوادي حديث أبي هريرة وكلامهم مع الجن الذي كان يسرق من تمر الصدقة أن الجن يأكلون من طعام الإنس ويتكلمون بكلام الإنس وأنهم يسرقون ويختعون وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله تعالى عليه ترجمة نانسي قنقر